هل يمكن ان ينكسروا اجنحة الطائرة بسبب الانحناء؟ كلا هيدا الشيء كتير طبيعي لما يتم تصميم اجنحة الطائرات التجارية الانحناء اللي بتشوفوه اثناء الاضطرابة الهوائية والاقلاع جزء اساس من التصميم لانه لو كان الجناح صلب كان بينكسر واكيد ما بتكون يينكسر طيب كيف نحن بنعرف انه هيدا الجناح ما حينكسر من وراء الضغطات والقوة اللي بتعرض للجناح اثناء الاخلاع والتحليق لما يكون عم بتم انتاج الطائرة التجارية بنحط الجناح على جهاز كتير كبير يلي بصير بيعلي انحناء الجناح لحديث ما يطق او ينكسر ولينجح الجناح امتحان التكسير لازم يكون قادر يتحمل كل القوة الطبيعية يلي هي اقل من 3.8 جي بنحط عليها معدل 1.5 بسموه معدل الامان اللي بيوصي قوة جذبية ل5.7 علما انه اجنحة الطائرات التجارية اكتر يتون بيتحملوا بعد اكتر من هيك بمراحل في عنا طائرات الاجنحة فيهم تقريبا يزقفوا لازم اذكر انه متعرض الجناح لقوة 3.8 لازم يكون قادي يرجع محله بدون اي مشكلة ولا حتى يضطر يكشف عليه بعدها الاجنحة كتير متينة الاجنحة بتنحنى وصابت انكسر من هيك ما تعتلوهم للضرابات الهوائية ولا ممكن توقع طائرة طيب سؤال تاني هل العواصف خطر على الطيار والطائرة؟ ما هكذب عليكم الجواب الحقيقي هو انه يمكن في احتمال انه تشكل خطر ولكن الطيارين عندهم جهاز اسمه واثر ريدار يلي هو رادار للتأس رادار التأس على الطائرة بيشتغل مثل السونار رادار بيرسل نبضة موجية بيرجع بيمطر لتضرب بنقاط ماء وترجع له بعملية الروحة والرجعة بيتم احتساب قديش المسافة بين الغيمة والطيارة بيكتشف حجمها كيف شكله ومن ورا تحركات الماء جواتها من ورا كيف يتحرك الماء جوات الغيمة فيه يعرف قديش عنيف الغيمة او بالاحلا قديش فيها اضطرابات وبيستد يعطينا الوان متل ما شايفين هون قدامكن اذا كان لونة بنفس الشي هيدا اخطر شي نحنا مبعد عنهم فيكن تشوفو هون بالفيديو ونحنا بلشنا اساسا مبعد عاليمين وفيكن تشوفو الغيمة وين موجودة بالنسبة للطائرة فنعم الطائس معقول كون خطر على الطائرة بس نحنا كطيارين نتعلم علم الطائس لنفهم انواع الغيوم الموجودة وشو بيعنوننا وبمساعدة من رادار الطائس فينا مبعد عنهم للغيوم خاصة بالليل هلا اثناء النهار كنا نشوفهم بعيوننا فأملنا هالمشل الكبيرة بس بالليل بحاجة للرادار اكتر من اي وقت تاني بس هيدا ما بيعني انه اذا الطائرة فاتت بوحد من هالغيوم انه خلص راحت علينا مش مظبوط في طائرة فاتت بوحدة من السؤال عواصف فيها تمرق فيها وانقبع رادار الطائس من مؤدي متل طائرة تعرضت لكتير تخبيط ومع هيك من كسرت وهبطت بسلام فما تعتلوها من الطائرات متينين كتير مانا معمولة من ورق برجع بذكر انه الطيران هو اقمن وسيلة نقل بالعالم اقمن من السيارة فازا ما بتخاف انه تطلع بالسيارة ما في اي داعي انك تخاف تطلع بالطيارة على كل حال انا الطبع ميركس وبشوفكم حالة الجاي